ذكرت في ممكن أكثر من مرة لكن يعني قد أكون إن شاء الله أني ما ذكرت في المجلس هذا واحد من أعز الأصدقاء من أبناء العمومة اللي يعد أخوه اللي يروها بنفسه وهو رجل ثقة ولولا أني أخشى من الحرج لا أذكر اسمه لكن تجاهل الاسم يقول أنا كنت في المقبرة بالزلفي طالعين من جنازه يقول إلا واحد من جيراننا يعرفه ذريته بناته فقير جدا يقول شفت طالع ووقفت عندي قلت ركب يقول ركب معي الله ما كان في بالي إلا بس إني بوصله يقول سبحان الله رق قلبي الحالة ولما جاء ينزلت كبير بالسن وتعرف الكبير لما يجلس يبينزل يأخذ وقت يأخذ إلى فترة يقول لما جاء كانت المخبات هذه سبحان الله متهيئة بشكل مفتوح يقول نظرت كده إلا فيه 300 ريال خدتها على طول نزلتها يقول هو حس بالحركة قال الله يغنيك من واسع فاضلة يقول نزل وصلت بيتي بقل من دقيقتين من نزلتها يقول وأنا أغسل بعد تراب المقبرة إلا جوالي يرن السلام عليكم السلام كيف حالك قال تكفى فيه موضوع أبطلبه منك بس قبلها أبغى رقم حسابك أبغى رقم حسابك البنكي قلت لا الله يبزاك خير رقم حسابي ما لك فيه لازم تكفى موضوع والله ما يجيبه لي إلا أنت لكن والله ما أطلبه لين ترسل لي رقم حسابك يقول خير إن شاء الله هابش يقول ويرسل رقم حساب له يقول وأنا جالس على غداي اللي يوم دندنت الرسالة 3000 ريال ما شاء الله ما شاء الله أنا ناظر الرجال ينحوه تقوله اتصل على طول قال يا أخي الله يسامحك أنا متسلف منك 3000 ريال قبل فترة طويلة ولا ذكرتني ياها كنتكوش اللي يجاب عليك قال والله إني قبل 10 دقائق فتحت الشنطة قل فيه أوراق ولقيتني كاتب ورقة على نفسك شوف 3000 ريال وهذه 300 ريال ترها بأقل من 10 دقائق هذا فضل الصدقة شاء الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم المتصدقين وبها المناسبة عندي بيتين عن الصدقة يلي تفضلت للمحتاج في حاجة خصاح بالفضل وانت بحاجة المدة زاد برصيدك نهار الحشر والحاجة محفوظ لك تاجده لو طالت المدة هجعل يدينك مع أهل البذل وهاجه وحبال جودك بدرب الخير ممتده ما تنفقه تاجده لا جيت محتاجه يوم القيامة رصيد قلبك يوده